استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير فخامة الرئيس رودريغو روادو تيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديق صديقة والوفد المرافق وذلك مناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين لدى وصول فخامة الرئيس الفلبيني إلى قصر الصخير جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية وعزف السلامان الوطني الفلبيني والملكي البحريني سلام جمهورة الفلبين والسلام الملكي البحريني سلام اشتركوا في القناة 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 الذي اصطفى لتحيتهما اشتركوا في القناة كما صافح جلالة الملك المفدى اعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته بعدها عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي رحب خلالها جلالة الملك المفدى بزيارة الضيف الكريم والوفد المرافق له لمملكة البحرين والتي سوف تفتتح مجالات أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات مشيدا جلالته بحرص فخامة الرئيس رودريغو دوتريتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين وبعد ذلك توجه صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني إلى المجلس العام حيث عقد جلالة الملك المفدى مباحثات رسمية مع الرئيس الفلبيني بحضور الجانبان مؤكدا جلالته الحرص على تنمية هذه العلاقات الوطيدة الوثيقة التي تربط البلدين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما تم بحضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين التالية أولا مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعها عن الجانب الفلبيني ساعدت السيد إنريك مونالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية ثانيا مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين ومعهد الخدمات الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الفلبينية والتي وقعها عن الجانب البحريني مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية فيما وقعها عن الجانب الفلبيني ساعدت السيد إنريك مونالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية ثالثا بروتوكول التعديل بعض مواد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين حيث وقعه عن الجانب البحريني مع الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وعن الجانب الفلبيني ساعدت السيد إنريك مونالو القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية ترجمة نانسي قنقر رابعاً مشروع بروتوكول اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين والذي وقعه عن الجانب البحريني ساعدت السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات فيما وقعه عن الجانب الفلبيني ساعدت السيد أرثر توجادي وزير المواصلات وقد بارك جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلبيني هذه الاتفاقيات التي ستثري العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين لكل ما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين كما تم خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات البحرينية الفلبينية وأكد أهمية مواصلة العمل لتوسيع نطاق التعاون المشترك بما يفتح آفاق جديدة لمزيد من الازدهار وتطور والنمو في علاقات البلدين وفي مختلف المجالات وأكد جلالة الملك المفدة أن زيارة الرئيس الفلبيني للبلاد ستشكل انطلاقة مهمة نحو تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أرحب من التعاون خاصة على الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية مؤكداً جلالته في هذا المجال على الدور الذي ستلعبه اللجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين والقطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري منوهاً بما توفره مملكة البحرين من بيئة استثمارية مناسبة وقوانين مرينا وفرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمصارف والمؤسسات العالمية والتي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها معرباً جلالته في الوقت ذاته عن تقديره للإسهامات المتواصلة الجالية الفلبينية في مسيرة التنمية وتطور في مملكة البحرين وما تتمتع به من كفاءة ومهارة عالية في مختلف التخصصات وأنها موضوع المحبة والترحيب من جميع أهل البحرين الذين يكنون لهم كل التقدير كما أشهد العاهل المفدة بدور جمهورية الفلبين في محيطها الأسيوي وما حققتهم الإنجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بدوره أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو توتريتي عن شكره والتقديره لجلالة الملك المفدة على حفاوة الاستقبال وعلى دور جلالته وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية الفلبينية والزهارها وعلى ما يلقاه أفراد الجالية الفلبينية من ترحيب ورعاية واهتمام مؤكداً سعي بلاده وتطلعها لتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين مشيداً بمظاهر النهضة وتطور التي تشهدها البحرين وبسياسة الانفتاح التي تنتهجها منذ عقود والتي أسهمت في تقدم المملكة ورقي شعبها موسيقى 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 بعد ذلك أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة مأدبة عشاء تكريماً لفخامة الرئيس الفلبيني والوفد المرافق موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة